اكثر من اي وقت مضى تشير المصادر الى ان انقراء عزيمة على انهاء خطر ميليشيا حزب العمال الكردستاني المصنف ارهابيا وضرب معاقله شمال العراق والوصول الى اقتلاع النهائي لوجوده على طول الحدود التركية وزير الدفاع التركي شاركولار في تصريحات صحفية اكد ان بلاده ستكمل الدائرة التي تؤمن حدود البلاد مع العراق في هذا الصيف عبر ازالة وجود التنظيمات الارهابية بحسب وصفه بحيث لا تصبح مشكلة تهدد الامن القومي التركي الخطة التركية الجديدة لن تتوقف عند حد العمليات العسكرية والقصف الجوي وانما سيرافقها حراك دبلوماسي كثيف باتجاه اربيل وبغداد من اجل اقامة حزام امني بعمق يتراوح بين 30 و40 كيلو متر داخل الاراضي العراقية مع حلول الصيف بحسب ما قاله الرئيس التركي رجب طيب اردوغان وللوصول الى تنسيق اكبر مع بغداد ستستمر زيارة المسؤولين الاتراك اليها وعلى رأسهم وزير الخارجية هاكان فيدان ووزير الدفاعي شارغولر ورئيس المخابرات ابراهيم كالن في رسالة تأكيد على ان انقرة مصرة على اتمام مشروع الحزام الامني بعمق 40 كيلو متر مراقبون يرون ان توصل تركيا الى اتفاق مع اربيل بهذا الشأن امر ممكن بخلاف بغداد لعدة اعتبارات على رأسها عدم جدية بغداد في سنوات الماضية بمكافحة حزب العمال الكردستاني وكذلك التعاون والتنسيق بين هذا الحزب وميليشيا الحشد تحت مظلة ايرانية وسبق ان اخلفت بغداد تعهداتها لانقرة بعدم تحويل العراق الى منطلق لشن الهجمات عليها ويؤكد مراقبون ان انقرة تدرك هذه العراقيل لكن حراكها العسكري المتمثل بعملية المخلب القفل وكذلك كثرة الحراك الامني والدبلوماسي يكشف عن نية تركية لتحقيق اهدافها مهما كانت الظروف معقدة اشتركوا في القناة